مهدي كانت فرصة لعديد اللاعبين اللي كانوا غايبين على التشكيل الأساسي للتراج الرياضي أن يكونوا موجودين في مبارات كأس تراشة هذه ربما فرصة لهم هما أن يرجعوا التشكيل الأساسي من بوابة كأس تونس خاصة بعض اللاعبين كما العرفاوي كما عديد العناصر يعني اللي عندهم الإمكانيات ما يسمح لهم بشيكونوا على الأقل بناكة في التراجي والله من تلعب في التراجي لازمك تحارب على بلاستك اليوم لعبوا ضد أمل الجربة يلعب في الدرجة الثانية الحقيقة لا يرى ريتم كبير لا يرى نسق كبير من الفريقين مبارات رتيبة شفنا فيها تقريبا كل أهداف لكن رغم هذا التراجي الرياضي تونسي أهم حاجة ضمن انتصار متاعه بزوز أهداف زيدة كيف كيف رتح الملاعبية اللي حاشتوا بهم للمبارات بالوزداد زيدة كيف كيف عرف يعني اللاعبين اللي نجم يعمل عليهم في فترة جاية في المبارات هذه ضونك أهم حاجة في المبارات كما قلت لك عادل يعني الانتصار زيدة أمل جربة اليوم عمل برستسيون به الحقيقة بالرغم في الدرجة الثانية يعني ما هوش يعني في التوب متاعه لكن للدور هذا منقوله برافو والأمل جربة يعني إن شاء الله نشوفوه يعني في المستقبل في الدرجة الثانية كما شفناها زيدة في الدرجة الأول أقبل ويعني مشرف جربة وكل أهل الجنوب ترجمة نانسي قنقر